كم مرة تعرضت للموقف المحرك دو تبقى موجود في الجيم تلاقي الناس بتبدأ تتكلم عليك ده يعني تعارف بقى وطبعا مش بقول لنا ده صح منهم بس اكيد مشكلة بروز المؤخرة عند الرجال بتبقى حاجة محركة جدا بالنسبة لنا احنا كار الجالة في الفيديو ان شاء الله هنعرف ايه سبب المشكلة ديت والمعلومات الكاملة عنها وازاي نبدأ نعايج المشكلة دي يلا بينا عشان نفهم سبب المشكلة ديت عندنا هنستعين بالصديق الصدوق عبدو تعالا ابرنس نبدأ نشرح عليه إيه سبب المشكلة اللي بتحصل الطبيعي في تركيب العموض الفقري بتاعنا ان احنا عندنا فقرات عنقية وبعدين فقرات ظهرية وبعدين فقرات قطانية وبعدين فقرات العجزية وبعدين العصاصية تحت الفقرات دي انت تبقى عاملة ك这是 جائراني كدهーatur recruiting كذا وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده الحتة اللي تخصونا ج convincingنا معه النهاردة واحنا بنسميها المبو كار الأنجل يعني ايه جزء بتاع الفقرات العجزية تحت هنا مع الفقرات القطنية عامل زاوية. كل ما الزاوية دي تزيد دي دليل على مدى انحناء الحوض لقدام. يعني اصلا السبب بتاعت مشكلة بتاعت بروز المؤخرة عند الرجالة او عند اي حد بوجه عام سواء كانت رجال سواء كانت نساء هي في الزاوية ديت. هتقول لي بسبب تخن المنطقة وتوزع الدون هقول لك ايوة بالزبط برضو دي عامل موجود. بس العامل الاساسي في الموضوع هو الزاوية ديت. مش الحاجات التانية. هتقول لي لي. هقول لك لو جبنا ولد وبنت الاتنين في نفس الوزن وبصين على منطقة اللامبو بيلفك اريا دي عدت عندهم او منطقة المؤخرة عندهم. هتلاقي ان البنت بطبيعتها وفطرتها اللي ربنا خلقها عليها دايما هتلاقي المنطقة دي مختلفة عندهم مع ان الاتنين الولد والبنت التشريحين تركيبهم واحد. الفرق بقى? الفرق في الزاوية اللي موجودة ديت. البنت دايما عشان الجزء بتاع الحوض نفسه بعد كده هيبقى مستعد ان هو يشيل طفل ويحمل جنين وكلام زي كده. ربنا كان مصممه ويكون واسع شوية. فالحوض عند البنت اوسع من عند الراجل. وبالتالي الزاوية بتاعة اللامبو سيكر الانجل اللي احنا بنتكلم عليها ديت اعلى. فلما تكون اعلى بتخلي الحوض يتخد لقدام اكتر. فبالتالي لما الحوض يتخد قدام اكتر. يبانى الموضوع اكين المؤخرة بارزة اكتر للخلف. وده بيفسر ليه البنت حتى لو كان نفس الوزن مهما كانت قاعدة كتير جدا. احنا قاعدين بطريقة غريبة. بنقعد كتير جدا. وده مصدر الاصابات المليانة اللي موجودة عندنا. القاعدة كتيرة بتسبب اصر او في عضلات اللي بتتني الحوض او اللي بنسميها لما العضلات دي بتبدأ تقصر دي مسكة في الحوض من هنا من قدام. بتبدأ تشد الحوض كده عليها. فتقوم قلبها. ووضحت المثال ده كتير جدا بنمثل الحوض بالحلة. الحلة دي مربوطة بخيوط من قدام وخيوط من وراء. لو خيوط القدام شدت الحلة تتقلب لقدام. لو الخيوط اللي من وراء شدت الحلة تقلب لوراء. فلما العضلات اللي قدام دي تشد تبدأ تقلب الحلة اللي قدام عندنا. فلما تقلب لقدام الحوض يتقلب لقدام او الزاوية اللي اتفقنا عليها. تبدأ تزيد تبدأ المؤخرة تبرز اكتر. مع بقى ان انت حضرينها تكون زيت في الوزن فالموضوع بيبقى شكله مش لطيف تماما. فهو الموضوع له ابعاد كثيرة مش بس التاخذية ومش بس شكل الجسم بواجه عاما. ازاي بقى ان نبدأ نحل المشكلة دي. اول حاجة واهم حاجة لازم نعملها لازم ننزبط وضعات الحوض اللي عندنا ديت. الحوض اللي كان مقلوب لقدام نبدأ نرجع له وراء تاني. طب هنرجع له وراء تاني ازاي? انا كنت وضحت فيديو كامل 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 عن الموضوع. ممكن تبقى تشوفوه من اللينك فوق. بس هولوك على التمرينات باختصار شديد. لو عايز ترجع اللي هي عضلات الظهر اللي موجودة من وراء عمتها. وفي نفس الوقت بتلاقي عضلات البطن ضعيفة جدا 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 مع عضلات المؤخرة برضو. تبقى او مش شغالة بالقدر الكافي وكمان بتكون ضعيفة. فاحنا دورنا هيبقى بنعمل اربع حاجات. اول حاجة بنبدأ نعمل او تمرينة اطالة العضلة بتاعت العضلات اللي بتتنى الحوض. بالطريقة اللي احنا شايفينها دلوقتي بتبدأ تقعد في الوضع اللي احنا شايفينه دوت وتاخد رجلك اللي موجودة للخلف هي دي اللي بنعمل لها لستريتش. نسبة فضل تلاتين ثانية. بعد كنعمل تاني بتاع عضلات الظهر اللي بتبقى برضو او تبقى شدة او تبقى سيارة نتيجة القاعدة كتير قوي اللي موجودة وياردها بتبقى عادة عيدلة بتبقى عادة غلط. بنعمل عضلات الظهر. الوضع بتاع القطة. نبدأ نسبة في الوضع دوت. وبرضو نسبة تلاتين ثانية. ونكرروا الاتنين دول بنكرروا من تلات مرات في مع الكلام دوت محتاجين نعمل تامرين تقوية لعضلات المؤخرة اللي هي ضعيفة عندنا لانها اول ما تبدأ تشد تبدأ تعدل الحوط تاني لوضع تاني. برضو عضلات البطن اللي هي دور كبير جدا 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 عشان نعمل موضوع دوت. نبدأ نقوي عضلات المؤخرة بتامرين اسمه او تامرين ده من اشهر التامرات اللي موجودة عندنا جدا. بس رجز او تامرين بريج ان انت تبدأ تطلع فوق. وان شاء الله استنوا تامرين البرج في تامرين في السليم. يلا. تاني تامرين هنعمله تقوية عضلات البطن وتامرين. بس مش هنبدأ ان اعرفها غير كتفنة بس اللي اترافع من على الارض زي ما احنا شايفين بالوضع دوت. هنعمل عدات قدقية هنبدأ نعمل تلاتين عدة من كل تامرين. نعمل تلاتين عدة من تامرين البطن. وتلاتين عدة من تامرين بالشكل اللي احنا عملنا دوت لو استمرين الموضوع من اسبوعين لحد شهر. يبدأ وضع الحوض يزبط تاني اللي هي بنسبة لك انت كولد اصلا هتبدأ تعدل اكتر لان دي اللي كانت مصمم عليه في الاساس. بس هتظل المشكلة بتاعتنا ان احنا وزننا بيكون زايد. فمنطقة تراكم الدهون عمتا في ناس بيبقى تراكم الدهون عندها موجود في لوسط. فتلاقي اللي هو كرش العظيم الابجر. المقلوف او بنسبة لنا كمصريين بقى الكرش العز ده. في ناس بتبقى في الكرش وفي ناس بتبقى في المؤخرة وفي الفخاد والكلام زي كده. فانت لو انت عندك الدهون بتتوزع التوزيع ده هتقول لي ازاي يتخلص من الدهون من هنا بس اتفقنا يا جماعة. منفضلكم والله يعني. فانا عارف ان انتو مش دارسين ومش متخصصين بس انا قلت الكلام ده كتير. مفيش تخسيس من منطقة معينة لحد الان. مفيش سبوت فات ريدوكشن ومن خسس منطقة معينة. انت بقى ليك توزيع الدهون معينة موجودة في جسمك? هتفضل نفس التوزيع دي موجودة. دورك بقى يا بطل ان انت تبدأ تقللها من جسمك بقى عام. انت لما تبدأ تخس وتقلل الكالوريز بتاعتك. والقناة مليئة ملئة بالفيديوهات عن ازاي تبدأ تخس في فيديو بتاع تخلص من الكرش ببرنامج متكامل. ده من اكتر الفيديوهات اللي الناس جابت نتاج قوي على النصيح اللي كان فيها يعني. ممكن يكون بداية كويسة جدا ليك. يساعدك ان ان انت تقلل صعرات الحرية بتاعتك. تبدأ تخس شوية مع التمريات اللي احنا اتفقناها. تبدأ تزبط وضع الحوض بالنسبة لنا. المشكلة ان شاء الله تتحل تماما. في نهاية الفيديو حابب اقول لك دايما خليك وصف في نفسك وما فيش تغير في جسمك هو اللي هيأثر على ثقتك او هيأثر على مدى شخصيتك ومدى نجاحك ومدى اي حاجة في حياتك. واللي باصص لك بصة من شكل او اللي بيتاريق عليك ده شخص عذرا في الكلمة جاهل. لان احنا ما نفعش نحكم على بعض بمجرد شكل ظاهري يا جماعة البني ادم في حاجات كتير اوي اكتر من الشكل. يعني انت لما بتعرف واحد صاحبك جديد يا دوبك بتبقى بتاعكم عليه من شكله الاول وهلة. بعد ما تعرفه ما بتبقاش بتتعامل مع الشكل. لو سألتك مين في صحابك شكله حلو. يعني عادي عارف ممكن تقول لي ده لان هم بيقولوا كده انما انت في تعاملك هتلاقي ان انت بتتعامل مع شخصيته. فبالتالي الشخصية اهم حاجة اشتغل على نفسك في الشخصية. مفيش مانع جدا ان احنا يكون عندنا مشاكل مدايقانة الى حد ما. بس الديق في محله ومش عشان الناس عشان انا مش عجبني شكل بالوضع دوت. نبدأ نحلها بالحاجات اللي احنا اتفقنا عليها. بس يا رب تكون الفيديو افاتكم لو استفدتم الفيديو. شايروا يمكنني فيد بي حد يكون محتاجة المعلومة ديت. اكيد لو عملت لايك يعني مامان يور يعني صديقي. بشوفك الفيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.